السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. ارجو من الله ان الجماعي يكون بخير وحب اقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتابعني. كلكم كلكم بلا استثناء ربنا ارزقكم الجنة من غير حساب ولا صوابك تعزي. اللهم امين يا رب العالمين. بسم الله وعلى بركة الله. وطبعا الفضل الاول والاخير في الفيديو ده يرجع للاستاذ فريد البرون. قديم له تحية كبيرة جدا جدا للامانة. هو اللي اكتشف الموضوع وهو الاثار الموضوع. وهو اول من تكلم عن الموضوع ده. طبعا انا حب النهاردة اكشف لكم حاجة مهمة جدا جدا. وعلشان مفيش حد من المسلمين يندحك عليه او يتنصب عليه تحت اسم شركات العمرة الوهمية او الشركات النصبة. طبعا من كام يوم طلعت المدعوة مدعوة بردو. انا مش حب اقول اسمها عندي. وعملت اعلان لشركة او حملة من حملات الحج والعمرة. طبعا الكلام اللي قالوه كلام غير منطقي. انا الامانة شفت مقتطفات بسيطة. لكن في الاول وفي الاخر ما همنيش. انا فهمت وعرفت ان هو اعلان معنان وطبعا حكاة ان احنا هنروح ناخد الراجل العجوز ده اللي هي بتقول ان هو مسلم ونروح نعمله عمرة ونروح ناخده مكفول محمول مشمول وناخده ونعمله عمرة. ااااااا مش عارفة لكن دخلت واحدة من المتابعات الحبيبات بقدمناها تحية كبيرة جدا وكتبتلي على المنتدى يام معبود شوفي اللايف بتاع الاستاذ البرون اثار في موضوع مهم جدا وموضوع نصب واحتيال من شركة العمرة اللي المدعوة بتاعت بوردو اعلنت عنها للامانة دخلت وشوفت اللايف وشوفت وسمعت جزء كبير جدا منه وفعلا خدت اسم الشركة اخدت الارقام اللي هو نزلها الاستاذ فريد وتوكلت على الله وبديت رحلة البحث طبعا اول حاجة خالص رنيت على الارقام وحاولت ان انا ارسل لهم على الواتس محدش بيرد يعني المنطق والبديهة لو في شركة بلا الشركة لو في بقالة بتوصل طلبات مجرب ما بنرن عليهم بيردوا على طول مجرب ما بنرسل لهم على الواتس بيردوا على طول دي ناس يا جماعة فتح اكل عيش مش فتحين منظرة المهم دول يوم كامل ارن عليهم من امس لحد النهاردة اه مردوش خالص ما بيردوش تاني حاجة سبحان الله ولا اله الا الله اه جلست ان انا ابحث على جوجل اي شركة هنا للحج والعمرة تأكدوا انها هيكون لها موقع على جوجل هيكون لها المكان بتاعها الخدمات اللي هي بتقدمها ارقام تليفونات كل حاجة هنا هتلاقوها موجودة على جوجل محل عالي للمنتجات المصرية اللي موجود في النمصة اللي انا بجيب منه منتجات مصرية موجودة على جوجل محل ابو خمسة موجودة على جوجل اي محل هنا او اي شركة موجودة على جوجل المهم دخلت وتوكلت على الله المهم دخلت على جوجل وبحثت عن اسم الشركة اللي هي اسمها مقازن الحرمين والعنوان موجودة في مكة في حي المعصم ان شاء الله اني يكون قلت العنوان صح لم اجد لها اي اثر على جوجل اه مفيش غير مقازن مقازن دي موجودة مقازن مكة موجودة دي خدمات حجاج اه لها خدمات كتيرة جدا لكن مقازن الحرمين اللي هي اعلنت عنها مش موجودة خالص ولا لها اي مواقع على جوجل ولا لها اي ارقام ولا بيردوا على الارقام دي اول حاجة ودي طبعا حاجة خلتني ابحث اكتر وادور اكتر على مقازن الحرمين المهم توكلت على الله مباشرة واتصلت بمين اتصلت بوزارة الحج والعمرة طبعا هنا في موظفين بيردوا عليكم على طول ويفيدوكم باي حاجة انتوا عايزينها لما توكلت على الله واتصلت عليهم رد عليها الموظف قلت له والله في شركة اسمها كذا كذا واهلي عايزين يحجزوا عليها عشان العمرة وطبعا مينفعش ان انا طلع صوت الرجل وإلا كنت والله سمعتكم بنفسكم يعني والمفروض ان هي لها فرع هنا او لها فرع في مصر تقريبا الموظف قال لي اللي هيفيدك في الموضوع ده مش انا لكن اه برنامج نسك برنامج نسك ده جماعة برنامج بنحجز منه للعمرة بنحجز منه لزيارة الرودة النبوية الشريفة واما صلى وسلم وبارك على نبينا محمد يعني برنامج زي الصحاتي كده اه لما زيها حلوة وبنحجز منه للاماكن او المشاعر المقدسة المهمة توكلت على الله ودخلت على النسك وهو طبعا موجود عندي جلست ابحث عن شركة او حملة باسم ازن الحرمين موجودة في مكة لم اجد لها اي اسم ولا اي اثر ومن هنا ومن النقطة دي اتأكدت ان الشركة اللي هي بتعمل لها اعلان هي شركة نصابة شركة وهمية انا طلع في قناتي اهو وبقول لكم بعد بحس وبحس وبحس واتصال وبحس كتير جدا الشركة دي شركة وهمية شركة نصابين ملهاش اي اساس من الصحة واي شركة مش موثقة عند وزارة الحج والعمرة تأكدوا انهم نصابين يعني ناس هتضحك على المسلمين طيب انا ليه عامل الفيديو ده لسببين السبب الاول هو ان انا اوعي الناس ان الشركة اللي هي اعلنت عنها نصابين نصابين يعني ايه يعني ملهاش اي اساس شركة مش مسجلة عند وزارة الحج والعمرة ودي محدش يسق فيها لو قالت لكم هنطلعكم عمرة بعشر تلاف جنيه ما تسقوش فيها ولا بيردوا على ارقام ولا بيردوا على جوالات ولا ولا كأنهم موجودين وزي ما قلت لكم انا من الناس ولله الحمد والمنى اللي تحب ترجع الفضل الاهله السبب الاول والاخير في كشف الموضوع ده وكشف الشركة الوهمية بتاعت العمرة اللي هي اعلنت عنها هو الاستاذ فريد البروب بقدم له تحية هو ومدام سهام الله يجزا خير ويكتب اجره يا رب على ان هو اول من اثار الموضوع ده واللي مش مصدقني يدخل على جوجل ويبحث عن شركة او حملة مقازن الحرمين للحج والعمرة مش هيجد لها اي اثر ولا هي موجودة في شركة اسمها مقازن مقازن دي موضوع تاني مقازن بس اما الشركة اللي هي اعلنت عنها اسمها مقازن الحرمين وقالت ان عنوانها في مكة في حي المعاسم غير موجود غير صحيح وفوق ده وده انا اتصلت بالناس بيشتغلوا في الحرم اتصلت بالناس اعرفهم بيشتغلوا في الحرم برضو قالولي ادخلي على نسك هو اللي هيفيدك في الموضوع ده لان برنامج نسك ده في حاجات كتيرة جدا وفي الحمالات الموثقة عند وزارة الحج والامرة وطبعا سبحان الله ولا اله الا الله يعني هو ربنا اراد ان الناس النصابة دي تنكشف والناس النصابة دي دائما اكيد يعني وباستمرار مش هيروح الى الناس نصابة زيهم يعملونهم اعلان يعني عارفين لو فيهم خير وهم شركة موثوقة وشركة موثقة ما كانوش يحتاجوا اعلان ولا حاجة كل المسلمين بيدوروا على العمرة في شهر رمضان وسبحان الله ولا اله الا الله هنا في المملكة هتلاقوا مكاتب الحملات بتاعة العمرة كلها جنب بعضها عشر محلات جنب بعض عشر مكاتب جنب بعض وكلهم ربنا بيرزقهم ليه بقى كل واحد له رزق اما موضوع سبحان الله ولا اله الا الله شركة وهمية شركة نصابة وتطلع تعمل لهم اعلان عشان تضل المسلمين اكتر ما هي بتضلهم كل يوم والتاني فده موضوع اكيد غير مقبول وانا والله العظيم هدفي في الفيديو ده ان انا اواعي الناس وعشان محدش يقع في الفخ ده وعشان محدش يتنصب عليه انتو عارفين الحياة صعبة وكلنا بلا استثناء كده على بابا الله والانسان لما يجلس يجمع مبلغ علشان يروح يحج بيه او يعمل عمر او يجي يتنصب عليه والله يا جماعة بيبقى احساس بصوا صعب جدا واحساس مرير جدا جدا سبحان الله ولا اله الا الله ربنا يستر على الجميع اللهم امين يا رب العالمين حبا بقى اعقب في الاخر كده بعد ما قلتلكوا طبعا ان الشركة دي نصابة والكلام ده على مسئوليتي بعد بحث وتحري وتأني في المعلومات الشركة دي مش موجودة خلص في المملكة العربية السعودية ودي شركة وهمية من الشركات النصابة اللي بتضحك عن الناس حبا بقى اعقب على الاحداث الاخيرة والحاجات اللي انتو شايفينها وقلت الايمة وقلت القرامة اللي حصلة اليومين دول في اليوتيوب لما جات من فرنسا وقبلت المدعو ابو زيزو وراحت وقالت له اول مرة تحبي يا قلبي وايه رأيك في عيوني والكلام الفارغ التافه اللي انتو سمعتوه ده وهو طبعا انا مش هقول لكم ان هو ملاك وكان مخدوع لا هو زيها بالزبط انا مش بغير رأي في حد اه شفت في حاجة مسهل ان انا غير رأي فيه انا طلعت من كام يوم وعملت لكم فيديو كان بعنوان اتلم المتعوس على خايب الرجا وقلت لكم لا في جواز ولا في خطوبة ولا في طلاق كل الحكاية وما فيها هما الاتنين عايزين يكبروا قرنواتهم هما الاتنين عايزين يتحكوا على للأسف الشديد المغفلين من المتابعين هما هما الاتنين بيتجروا بشرفهم وسمعتهم هما الاتنين ما عندهمش حاجة في الدنيا يخافوا عليها اه بنعمل فيديوهات بنعمل اه بنتقابل في المطاعم بنتقابل في قافيهات هنتجوز هنتطلق هنكتب الكتاب سلسلة من الاكاذيب المتتالية وطلعت هي اخوها وقالت اخيرا اقنعت اخويا ان هو يوافق على كتب الكتاب سبحان الله ولا اله الا الله المهم بعد ده كله اه طلع الاخ ابو زيزه امس وعمل فيديو وقال انا استخرت مرتين ولي الامانة لم تزبط معنا يعني نو جواز من الحاجات برضو الغريبة اللي قالها او الحاجات المنطقية هي مش غريبة قال ان اخته قالت له انا جايب لك عروسة عمرها تلاتين سنة يعني عارفين انتو يعني انتو كبيرة بس من جنبها كده عشان محدش ياخد باله يعني يعني حضرتك خمسة وستين سنة اه هو عايز واحدة صغيرة عشان تخلف طيب لما انتم حضراتكم مش مش وثقين من نفسكم مش مش مكتملة قدامكم الصورة اه مش عارفين الدنيا فيها ايه كنت بتطلعوا تعمل قلة الادب دي ليه حاجة يا برضو لفتت نظري طيب الجواز اسمه ونصف في الاول وفي الاخر همشي معاكم على نيتكم واقول ايه يمكن ما اتفقوش يمكن ما حصلش نصيب نحسن الظن طيب مش من المنطق ومن الادب ومن الاخلاق ان انتو تشيلوا الفيديوهات اللي فيها قلة ادب اللي على قناتك اتنين وهو على قناتو اتنين ولا لا عليهم مشاهدات وعليهم ارباح كده كده انتو خدتوا ارباحهم ارباح الفيديو بتنزل بعد تمانية واربعين ساعة من نشر الفيديو انت خدتلك في الفيديو ده يا بو زيزو تقريبا كده قول متين ومتين وحاجة دولار وهي نفس الشيء خلاص محتاجين ايه احتراما لانفسكم واحتراما لنفسكم تشيلوا الفيديوهات دي من على القنوات ده طبعا لو انتو عايزين نمشي بايه بحسن الظن ونقول الناس دول ما اتفقوش وما حصلش نصيب في حاجة تانية برضو حب اعقب عنها على التيك توك ابو زيزو نشر لها مقاطع هو وياها وبص وحب وهيام وغرام واخر مصخرة وقلة ادب طيب ما هو انت لسه متأكدتش من يعني من مشاعر حضرتك متأكدتش ان الجوازه هتم ولا لا ازاي انا كست محترمة بطلع اقول للناس صورة الواقعة وبطلع اقول للناس قيام الليل اسمح لراجل غريب ليس من محرمي مفيش اي صلة بتربطني بيه اطلع اخليه حط صور يحط عليها اغاني حب على التيك توك قدام امه لا اله الا الله سبحان الله ولا اله الا الله انتو عارفين السبب في فركاشة الموضوع كله طبعا انا عندي كلامي اني مفيش جواز ولا في خطوبة ولا في اي حاجة هم كانوا بيتكلموا اه كانوا بيتكلموا من سنة وانا قلت لكم الكلام ده وكان واصلني المعلومات دي وكانت بتكلم الست والدته برضو وطبعا كانت وهمة بالسفر لفرنسا والاقامة وكرت الاقامة والفيلم الهندي اللي انتو عارفينه انتو عارفين السبب في خراب الموضوع كله ايه وانا هجبها لكم على بلاطة وهجبها لكم الاخر الموضوع اللي اثرته مصرية باريس لما قالت جانا معلومات حصرية ان انت ارسلت صورته بمزيادة الله يرحمها لها وهي كلمت ناس وتكلمت كلام مش كويس على مزيادة الله يرحمها انا مش حابة ان انا اقوله اه اتكلمت مع ناس والناس راحوا ووصلوا الكلام ده المصرية باريس هو ده السبب الحقيقي اللي فاركش الموضوع بينهم مش حكاية بقى ان هو استخار هو لو بي استخار وعارف ربنا ما يسمحش النفس انه يقعد جنب واحدة غريبة يقعدوا جنب بعض واشربوا عصير ويهزروا وتقوله ايه رأيك في لون عيوني وهو يقول لها ده مش عارف ايه وهي تقوله اول مرة تحب يا قلبي هو يقول لها يا غزال يا غزال يا بشاكل كلام فارغ جدا يعني طيب زي ما قلتلكم السبب الاساسي في الموضوع ده هو الموضوع اللي اثرته مصرية باريس وهو سبق طبعا بسرعة وبعت واحد لمدام اخلاص ابو رجيلة بقدم لها تحية كبيرة جدا وحلف لها وجلس يحلف لها ويبرر لها ان هو ما ارسلش صورة ام زياد لحد ولو لاحظته ورجعته شوية بالذاكرة الورا هتلاقوا السبب الاساسي في زعل اولاد ابو زيزو واهل مراته منه هو برضو انه مرة من المرات الله يرحمها مزياد ارسل صورتها لوحده في الامارات والله اعلم كانت دكتوره وكان بيكلمها يمكن كان هيتجاوزها الله اعلم خلونا نحسن الزمن ونقول كان هيتجاوزها انا لما تكون امي متوفيه ويجي ابويه ياخد صورة امي وخصوصا لو هي منطقبة ويبعد صورتها الوحده تانية اكيد 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 وبلا شك من جوه قلبي اني هحزن واني هزعل واني هزعل من ابويه وهنفر منه يعني ربنا سطرها في الدنيا وكانت منطقبة والناس كلها بتحبها وست محترمة وعلى خلق تيجي انت توري صورها للناس مش من حقك حتى لو انت زوجها مش من حقك مش من حقك خالص لان اللي ربنا سطره مايفضحوش العبد ابدا اما اللي بطلع يفضح نفسه هذا حر في نفسه اذا بوليتم فاستطروا من ساعة ما شفتك وانت بتتغزل وانت بتقول كلام فارغ وانت بتقول كلام مبتزل وانت نزلت من نظري جدا وعرفت انك انسان يعني انا اسفة منافق نعم منافق وعذرت الاولاد انهم بعيد عنك وانهم قاعدين مع جدهم وجدتهم ربنا يحفظهم يا رب وربنا يبارك فيهم اللهم امين ولما تاخد صورها انت وهي وتنشرها على التيك توك عندك وتاغاني حب وغرام يبقى انت راجل برضو مش محترم فما علش ما حدش يقولي تخدعت عمل مفيش هو من صغير فيش حد بيتخدع الحلال بين والحرام بين وهي الحمد لله رب العالمين كل يوم والتاني بتثبت لكل الناس انها انسانة معتوها انا ما اقول معتوها حسن ما اقول كلمة تانية لان الانسان السوي الناضج فكريا مش ممكن يتاجر بشرفه مش ممكن احط نفسي في مهاب الريح مش ممكن اتاجر بسمعتي مش ممكن احاول اخلي الناس تاخد عني صورة وحشة او اخلي الناس تفكر في او تظن فيها ظن سوء عشان شوية مشاهدات بتروح المشاهدات وبتروح اليوتيوب وبتروح الفلوس الفايدة بس انا خسرت سمعتي خسرت قرمتي قلت امتي قدام الناس خلاص يعني مش عارف اقول ايه الله المستعين الله المستعين انا اسفا كنت طولت عليكم لكن صدقوني الفيديو ده الهدف الاساسي والاول منه هو توعية الناس للشركة اللي هي اعلنت عنها على ضمانتي انا ودخله وبحاسه وشوفه مفيش شركة في المملكة العربية السعودية او حملة للعمرة والحج اسمها مقازن الحرمين مش موجودة لا على جوجل ولا في وزارة الحج ولا في موقع نسك ولا في مكة نفسها مفيش الكلام ده دول ناسنا نصابه عايزين يتحكوا على المسلمين وطبعا هي اي حد عايز يتحك على المسلمين او يضل المسلمين او يشدت المسلمين هي معاه قلبا وقلبا زي ما بتطلع برضو اه تقول لكم عادي ان واحدة تقابل راجل غريب مفيش مشاكل عادي ان احنا ناكل لحم الخنزير عادي ان احنا مثلا نحط اصنان في بيوتنا سبحان الله ولا اله الا الله ما عد عندي ادنى شك انها فعلا اه يعني الهدف من قناتها والهدف من محتواها هو تضليل وتشتيت المسلمين كل اللي هي بتقوله هو دس السم في العسل زي ما بقوله بتحاول بقدر الامكان انها تدي للناس دين خطأ بتحاول تحلل الحرام بس بتغلفه بتغلفه بشكل حلو ومنمك وتقول عادي ايه المشكلة يعني ما فيه ناس كتير بتعمل كده ما فيه ناس كتير بتشرب الخامرة وفيه ناس كتير بتعبد الاصنام وفيه ناس بتعبد البقر هل احنا نروح نعمل زيهم لا طبعا زي ما قلت الحلال بين والحرام بين اما اللي عايز يتبعش هواته اللي عايز يتبع نزواته فاكيد انه هيمشي مع الهوى هيمشي مع الناس اللي بتتكلم بهواها اللي بتتكلم على كافها اللي بتحلل الحرام عشان تحلل موقف هي عملته في حياتها اللهم استعان والله خارجنا من الدنيا على خير واسفة جدا ان كنت طولت عليكم بس زي ما قلت لكم الهدف الاول والاخير من الفيديو ده هو ان انا اقول لكم ان الشركة اللي هي اعلنت عنها شركة نصابة ملهاش اي اساس من الصحة وانا متواجدة في المملكة العربية السعودية وخصوصا في ابها وبحست وتقنيت وتقصيت عنها وسألت ملهاش اي اساس من الصحة اي شركة تبع الحج والعمرة هتلاقوها موثقة عند وزارة الحج والعمرة موضوع منتهي وهتلاقوا لها كمان موقع على جوجل لكن دول ولا لهم موقع على جوجل ولا بيردوا على جوالات ولا اي حاجة في اي حاجة بس عايزين ينصبوا على الناس واعتقد ان الهدف الاساسي من النصب هيكون في مصر لو لهم فرع في مصر هيكون الهدف منه هو النصب على المصريين اما هنا اعتقد يخافوا لان هنا قانون وهنا كل واحد بيتحاسب وحساب الحاجات دي بيكون حساب وخيم جدا وعقاب وخيم مش بيفوتوا الحاجات دي بسهولة بس هو ده كان الفيديو وهم دول الكلمتين اللي انا كنت احب اقولهم وحب ان انا اشكر كل متابعيني ومتابعاتي حبيباتي الناس الجميع